يحدث الوضع عموما عند نهاية الشهر التاسع من الحمل عادة تساعد مولدة أو طبيب مختص في الولادة يسبح الحميل داخل سائل سلوي ويرتبط بالمشيمة بواسطة الحبل السري وضعه داخل رحم أمه ذليل على استعداده للخروج رأسه متجه نحو عنق الرحم ينطلق الوضع عبر مرحلة العمل التي تتميز بتقلصات لا إرادية لعضلة جدار الرحم في البداية تحدث تقلصات كل عشر دقائق تقريبا إلا أنها قصيرة جدا ثم يزداد ترددها ومدتها تدريجيا يندفع الحميل من عمق الرحم نحو عنقه حيث يضغط عليه ويحدث ما يسمى محاء عنق الرحم يتقدم رأس الحميل قليلا إنه تمدد عنق الرحم الذي يبلغ قطر فتاحه عشر سنتمترات تقريبا عموما خلال هذه اللحظة يتم تمزق الكيس السلوي وبالتالي يتدفق السائل السلوي تنتهي مرحلة العمل التي تدوم تقريبا سبع أو ثمان ساعات بالنسبة للوضع الأول المرحلة الموالية هي خروج الحميل تستغرق وقتا أقل حوالي ثلاثون دقيقة تحدث التقلصات كل دقيقتين وتستغرق دقيقة واحدة غير أنها شديدة وتتقوى لكن على الأم أن تساعد الحميل على الخروج بالقيام بتقلصات إرادية لعضلات بطنها يمر رأس الحميل داخل المهبل مع حدوث دوران واحد يبدأ في الخروج مهتزا نحو الأعلى وبعد ذلك تمسك المولدة أو الطبيب المولود من رأسه ويقلبه قصد تسهيل مرور الكتف الأول ثم الكتف الثاني وأخيرا جسمه كاملا إنها الولادة يقطع الحبل السري ويترك على بطن الرضيع أثرا يدعى السرة لم ينتهي الوضع بعد عند الأم حيث بعد بضعة دقائق من طرد الحميل تستأنف التقلصات مما يدل على الخلاص المتمثل في طرد المشيمة وما تبقى من الحبل السري من طرف الأم وذلك بمساعدة الطبيب ترجمة نانسي قنقر